تواصل المراكز الطبية بمحافظات مصر كافة عملها لفحص المواطنين وإجراء المسح الطبي لهم وذلك وفقا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ويأتي ذلك بعد دمج المبادرات الرئاسية بالمراكز الطبية أكثر من مليون وثمانمائة ألف سيدة تم فحصها وفقا للمبادرات الرئيس 100 مليون صحة للصحة الأم والجنين وذلك للاكتشاف المباكر للعديد من الأمراض كفيروس بي ونقص المناعة والذهري بل ومتابعة الحامل والجنين بعد الولادة ورهز التطايمات والتغذية العلاجية اللازمة لهؤلاء الأطفال أم الحامل لها هنا عندنا فحصات ومتابعة وعلاجات وبدأ ديها كل الصبل بنته والحاجات اللي ممكن تحتاجها وبنعمل لها التحاليل اللي منوطة بأنها تشخص أي أمراض موجودة في البيبي أو فيها ينفع نعالجها وهي حامل أو أول الولادة ما تتم نقدر نستقبل البيبي دوت ونقدر نعالجه علشان في حاجات لو ما تعالجتش في الأول ما بيبقاش لها لازمة بعد جدا ما بتتعالج ما بتتعالجش أصلا الحاجة الثانية أول البيبي ما بليتولد بنبتدي نعمل له تطعيم الكاب دي ونعمل له تطعيم ساحب عينة الغدة الدراكية والإنزيمات وبنوفر لهم كمان الألبان الليروتينية والألبان العلاجية لو فيه فعلا مشكلة بنتم التحويل عن طريق السيستم للمستشفى الأقرب لعنوان سكنها ويبقى فيه حاجة اسمها تغذية رجعة بترجع لنا علشان تتابع معنا لو احتاج الأمر اللي متابعة مشتركة ما بين المكان اللي عملت فيه فحصات أخرى وإحنا والفحصات الأخرى بتشمل مبدئيا أولا بنعبية عملها سونار وماموغرافي على السدي كما تقوم المراكز الطبية من خلال المبادرات الرئاسية بمتابعة الأطفال بعد الولادة بشكل دوري من خلال الفحصات الطبية والأبحاث بل والتشخيص اللازم لهم لوقايتهم من الأمراض الشائعة كالأنميا والتقزم بنقص لهم الطول بنقص لهم نوحية الراس بنقص لهم الوزن بتاعهم عشان نكتشف أي أمراض بدري عشان نرحل نعالج بدري بالنسبة للأمراض اللي هي الأطفال اللي هم عندهم مثلا يشتكوا من نقص مثلا في الكالسيا من نقص في الحديد بنبرده بنديهم منكشف لهم ونعملهم بتحاليل ونديهم برضه علاج من يعمل نسبة النبلوبين من يبعطه المعمل يعمل نسبة النبلوبين وبعد كده عيات السنين من يخش عيات السنين يشوف نمو أسنينه وبعد كده سنة ونص وبعد كده سنتين بقى مع السنتين المتابعة من يجيلوا كابسولات فيتامين ألف كل ست شهور سنتين سنتين ونص ثلاثة لثلاثة ونص أربعة أربعة ونص ومتابعة لغاية خمس سنين قابل واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من خدمات تشخصية وعلاجية على مدار الساعة بالمجان الخدمة كويسة هنا الحمد لله وابن لما يكون تعبنت بجيبه هنا على طول بنتي عندها تسعة تشهر وما بتسننش فاجتها جبل أفتامين وهنا الخدمة كويسة وتمام الحمد لله الخدمة ممتازة وناس محترمة بصراحة وبيعملونا كويس وناخد لجنة لأطفالنا أقبال المواطنين على المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بالمراكز الطبية يؤكدوا على يوم الكامل بأهمية تلك المبادرات الفاعلة فالوقاية خير من العلاج محمد حلمي التلفزيون المصري